اشتركوا في القناة شوط القوة ما شاء الله والسرعة والاندفاعها العالية الشوط الحادي عشر اشوف على المركز الاول على صدارة هذا الشوط الشاهنية عبدالله بن جعفر بن مرخان الكتبي التي تسللت الى المركز الاول والى صدارة هذا الشوط بينما تاتين على المركز الثاني اشوف على المركز الثاني هذه نشوف الرقم على المركز الثاني القادم على المركز الثاني الشاهنية عبدالعزيز بن سعيد بن مصبح القايدي والمركز الثالث هذه الشاهنية خليفة بن ربيع بن قويث المركز الرابع الشاهنية سعود بن راشد بن حمود المركز الخامس هذه اللي قادمة والمنطلقة الشاهنية سيف بن علي بن سعيد بن كندية على المركز الثاني في هذه اللحظات ولكن أشوف المركز الأول أشوف عبدالله بن جعفر بن سهيل بن مرخان مع الشاهنية وسيف بن علي بن كندية القادم مع الشاهنية والمركز الثالث هذه اللي قادمة القادمة الشاهينية محمد بن سعيد بن محمد الكتبية السلام يا بن سليم المركز الرابع 26 الشاهينية محمد بن خلفان بالعامري الكتبية والمركز الخامس نيران فيصل بن سلطان بالراشد التنيجي ولكن خلاص ولكن خلاص يا راعي الشاهينية أهالي وشاحي يطالبونك بالسلامات يا بن مرخان ولكن القادمة القادمة في هذه اللحظات شعار بن سليم شعار بن سليم مع الشاهينية ولكن خلاص وين السلامات لأهالي وشاح ولأهالي المدام ولكن أشوف أشوف شوف في هذه اللحظات ولكن خلاص سلام 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 يا راعي الشاهنية سلام يا راعي الشاهنية والشاهنية الأخرى القادمة ولكن سلام سلام تهانينا لعبد الله بن جعفر بن سهيل بن مرخان على الفوز بالمركز الأول المركز الثاني الشاهنية محمد بن سعيد بن سليم والمركز الثالث حلت فيه نيران فيصل بن سلطان بن راشد بن سالم أطني تهنينة والناموس إذن لمالك الشاهنية عبد الله بن جعفر بن سهيل بن مرخان دقيقتين 11 ثانية وجزء واحد من الثانية هو توقيت الشاهنية تهنينة لعبد الله بن جعفر بن سهيل بن مرخان على هذا الفوز الجميل والمميزة الذي سطرته الشاهنية في أسخن وفي أقوى الأشواط واللي هو شوطنا الحادي عشر الشوط القادم هو الشوط الثاني عشر نتمنى التوفيق للجميع